إذا كنت مقاولة أو بغي تبدأ شركة جديدة ديالك وغادي تحتاج تحاجة أنك تضي اللوغو بس ما هذا النصح هذا حيث يفيدك بزع النصحة الأولى هي إذا كان مشروع صغير ومحتاج أصلاً يكون عنده اللوغو احترافي فمن الماضي وقت كنت يدير شو اللوغو اللي واعر بزع حيث هذا الشيك يكلف ميزانية وممكن أن تكون شو محتاجة في هذه الحالة هذه النصحة الثانية هي إذا كان مشروع ديالك بروفيسيونال وبغي أن يتضي اللوغو غالباً هذا الشخص ما عنده الخبرة الكافية وبغي يجبع عملاء جداً فبالتالي ذلك السعر الخيص يقدر معين اسبكشونتال يبغي شيئاً بروفيسيونال وتمشي لك المدى باعي النصحة الرابعة هي لا تكون كنت تختار المصمم اللي غادي تخدم معه ولا الأي جنسي اللي بغي تخدم معه فحاول ما أمك أنك تلقاه الحاجة اللي انت يبغيها في الأعمال ديالهم وما تلقاش مع مشاكل من بعض النصحة الخامسة هي اختار العميل ديالك بعناية وآخر نصحة هي ما تاخد الشعارات من المواقع اللي كيجنرية تولك فري لوغو لأنهم أصلاً كيتخطو فيهم بزاف دياللوغوهات ومنتاك يجيك لوغو عشوائي تقدر تتلي شارته ونسبة التشابه ما بين التصاميم وغادي تكون كبيرة بزاف وما كينش شي حاجة اللي أوريجينال تمي باقي النصائح خرين اللي قدر نزيدهم ولكن ما هذا مع طلاف هذا النصائح ديال اليوم بارتاج الفيديو هذا مع أي واحد مشي يغلي مهتمين بالديزاين وكلمة السري هذا الفيديو هي لوغو فاكتبشي تعليق زوين بحالك وزيد عليها الكلمة هذي ولايك وبرتاج بذك شي كامل راك عارفو وهذا ما يقرأتنا اليوم نشوفه قدر ان شاء الله